السلام عليكم ورحمة الله أنا حسين الربيعي في هذا الدرس والسلسلة الدروس القادمة سوف أتحدث عن الكلاجر تيمبليت الكلاجر تيمبليت هي تقنية موفرة من جوجل تمكنك من التعامل مع صفحات الـ HTML بشكل دايناميك نحن نعلم صفحات الـ HTML لحد الآن كل عملنا على صفحة الـ HTML لأي توليدها على شكل ستاتيك في السيرفر لكن كيف نولدها دايناميك يعني دايناميك يعني كيف نولدها عن طريق الكود إذن هذه توفرنا الكلاجر تيمبليت مكتبة هذه ليست ببعيد طبعا هذه عرضت في ديسمبر 2015 لم يمضي عليها الوقت الكثير على هذه المكتبة طبعا جميلة جدا في التعامل مع الـ دايناميك HTML إذن سوف نفهم ما فعل الـ دايناميك HTML في السيكوريتي للداتا وغيرها من الأمور في هذا الفيديو ولا حقا سوف نشرح في التفصيل عن هذه المكتبة لو كان لدينا هذه صفحة الـ HTML البسيطة إن هي هذه صفحة الـ HTML مجرد هدر و بودي وبعد الدسلت البسيطة فيها لقد عملت فتحتها بالبروسر أرىها بهذا الشكل لأنه البروسر ضيفته حولك الـ HTML إلى داتا وجد قلت ليش view page source أرى الكود الحقيقي نفس الكود الذي أنا كاتبة هنا كمبرمج رأيته هنا موجود وهذا أمر يعني نوعا ما يعني أوكي المبرمج يفهم هذا الكود لكن ليس كل عالم مبرمجي نجب أن تحوله في جوال داتا فحولت إلى هذا الشكل بواسط المتصفح لكي يفهم ها المتصفح ويفهم ها المستخدمون يعفوا يفهم ها المستخدمون بالتحديد إذن هذه عبارة عن static والدليل على أني static يموجها في السيرفر هذه هي نفسها static ثالثة ونفسها جدت يظهرات يم عند المستخدم وهي شكلها أما الدايناميكر مستخدم لا يرى الكود لأنها توفق تعمل إعمل لها جنجيريشن ببسط الكود لأن هذه نقطة سكيوريتي يعني أي اجتماع تتكتب لا يرى مستخدم السورس الخاص به إذن اللي نرى بساطة مثال طبعا بساطة مثالي بلوكلي بلوكلي هي game وفرتها جوجل لتعليم أطفال برمجة لجينا على بساطة مثال هذه الجيم البسيطة لجينا نأخذ مرحلة الساس طبعا أنا مشتغلا للمرحلة الساس سابقا لجي قتلى repeat قتلى اوكي move forward وقتلى F note final turn on left وقتلى run المفروض أنا لان طبعا أنا حافظ كيف أحل اللعبة وحال أكبر أصلا فأحركها فالفكرة إيش إنه جوجل طفلك هالك المكتبة هي open source هالي الكود الخاص بها وظيفته هالي المكتبة إنه تعمل وفر لك تعمل ديزاين الطفل يعمل ديزاين للF والFour وغيرها وهي المكتبة تعمل جينيريشن لجافا كود اللي هو هذا الجافا كود جافا سكريبت أو بايثون أو أي شيء أنت تريد تفضل أن تستخدم الفكرة أنه أنت كيف تربط هذا الجافا الـ executable بهذا الديزاين طبعا نعلم أنها تعطينا output وهذه تحتاج إلى التحريك ما ممكن أن تعمل هذا الأمر مع الـ static HTML تحتاج أنه هذا الكود بداخله يعمل جينيريشن للديزاين من داخله فبما أنه بداخلك أدعم الجينيريشن فأستخدم السلوب الـ static الـ dynamic HTML لو جاءت فتحت لك open source هنا المصيبة في page source لن ترى أي شيء انظر هذا الصفحة ليس يديها أي source معقول أنه هذا الديزاين كله لو وجد فيه source ليست ما معقول لكن في الحقيقة هو هذا السلوبهم أنه سلوبه أنه يعمل جينيريشن للكود عن طريق ايش عن طريق الـ dynamic فإذا كنت يعمل الـ dynamic فلن تراها أنت لأنه هو يعملها في الـ design generation هذه نقطة security أنه لجد data بالصفحة انظر هذه هل حقيقة هذا الكود؟ لا هو يستدعي جابة ملفات جابة هي هذه الجابة وغيرها إذن هذه نقطتين نحن نستفد منها الأولى أنه security للـ data الثانية أسرع يعني أنت تخيل أنه اشتري بالصفحة بدلا ما هي تأتي كاملة تعمل لها generation داخل الكود فتكون أسرع والنقطة الثالثة أنه تعال مع هذه المكتبة أن هذه المكتبة طعينها out with executable java كيف نحول executable إلى design كيف أنه في ضمن هذه الفول 4 نحرك هذا الـ object هذه فكرتنا بين الـ closure template سوف نشرحها بالتفصيل بالدروس